اشتركوا في القناة ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة في هذا الشهر المبارك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذه السلسلة المباركة من برنامج ليطمئن قلبي فما أحوجنا إي وربي إلى معرفة كلام الله تبارك وتعالى كلنا في هذا الشهر يقرأ القرآن وربما يختم الختمة وربما يكثر من الختمات لكن هل يتمعن في هذه الآيات؟ هل يتفكر في هذه الصور التي يقرأها؟ أم أنه يقرأ القرآن سردا من غير تفكر من غير تمعن ولذلك نهى الشارع الحكيم ربنا تبارك وتعالى نهى أن يقرأ المسلم القرآن من غير تفكر من غير تدبر ولذلك أمر الله عز وجل وحث الله عز وجل المسلم أن يتدبر القرآن قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون كل هذه الآيات تدل على أهمية تدبر القرآن التمعن في كلام الله عز وجل أفضل الكتب ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية قراءة القرآن أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قراءة القرآن ولذلك سيأتي بيان هذا وأمثله في حلقات قادمة لكن الشاهد من هذا الأمر هي أو هو أن يتمع عن المسلم فيما يقرأ أن يتفكر فيما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يقول أحد الصحابة إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك انتبه فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه وكلاهما لك خير نعم وكلاهما لك خير فالمؤمن إذا قرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات إذا تمأ عن المسلم والمؤمن في هذه الآيات حرص كل الحرص على ما سيأتي بعدها ما سيأتي بعدها لذلك المؤمن يتمأ عن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك انتبه لهذه الكلمات التي ستأتي بعد هذا النداء لأنه ربما يكون أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه كما قال الصحابي وكلاهما لك خير ولذلك حريم بنا أن نتمعن ونتفكر ونتدبر فيما نقرأ ليست هي مسابقة كما قلنا ليست هي مسابقة في المسجد من الذي يختم أكثر لا ربما يجلس الرجل في آية واحدة يتدبرها خير من ذلك الرجل الذي يقرأ القرآن سردا من غير تفكر من غير تفكر ولا تمعن نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة وعا هذه الوجوه المباركة في هذا الشهر المبارك وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ومن نحب من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه يحرص المسلم المسلمة في هذا الشهر في التفكر في كلام الله عز وجل يقف مع الآية يتدبر هذه الآية يتمعن هذه الآية ينظر إلى التفسير ما المقصود في هذه الآية؟ ماذا أراد الله عز وجل من هذه الصورة؟ ولذلك لا بد للمؤمن الذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى أن يحرص كل الحرص على التفكر والتمعن على التدبر في هذه الآيات التي يقرأها نحن لا نقرأ مجلات أو جرائد أو تغريدات لا نقرأ كلام الله تبارك وتعالى نقرأ كلام الله عز وجل ولذلك المؤمن الذي يريد ما عند الله يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا شنو يبون هذول؟ شنو يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور لن تنتهي لن تهلك هذه التجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور غفور لخطاياهم وذنوبهم ومعاصيهم وشكور لأعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا ولذلك ربنا تبارك وتعالى غني عني وعنك وعنها لكنه سبحانه وتعالى يريد لنا الخير في الدنيا يريد أن نعود إلى إلى أصل مسكن الإنسان المسلم وهي الجنة ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة هذه الدنيا وأن المسلم لا يتعلق في هذه الدنيا مثلي ومثلك مثلي ومثل الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام كرجل استظل تحت شجرة جلس هذا الرجل تحت ظل شجرة في وقت معين يريد الراحة ثم قام وتركها شفت الفترة هذه التي جلس فقط في هذه الفترة المعينة الدقائق ربما أو الساعات في ظل هذه الشجرة هي الدنيا استظل تحت شجرة ثم قام وتركها هذا يبين لنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلق في الدنيا كان همه عليه الصلاة والسلام أن ينشر دين الله عز وجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان التعلق بكلام الله تبارك وتعالى التعلق بكلام الله عز وجل أن يتعلق هذا الجيل في كلام الله في كتاب الله حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما للناس حتى يلقى الله تبارك وتعالى بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته